بل من أعرم الفضائل ما كان في غزوة خيبر والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وسرنا ليلا فقال رجل لعامر ابن الأكوع يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر رجلا شاعرا قال فنزل يحدو بالقوم وعند أحمد والترمذي والحاكم من حديث سلمة قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا فقال صلى الله عليه وسلم من السائق من هذا الذي يحدث فقال أنا عامر وفي رواية قيل عامر ابن الأكوع فقال صلى الله عليه وسلم يرحمك الله وفي رواية غفر الله لك وما قال هذه المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة لشخص بعينه إلا وقع شهيدا في المعركة إلا وقع شهيدا في المعركة قال فوصلنا خيبر فخرج مرحب ملك خيبر يخطر بسيفه وقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل شاك السلاح بطل مجرب إذا أقبلت الحروب تلهب قال فخرج عمي عامر له وقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلف بضربتين من السيف فوقع السيف مرحب في ترس عامر فوجدها عامر فرصة لأن ينهي مرحب فأسفل له يعني حاول ضرب أسفل معدته لكن الحصان تحرك بقوة إلى الوراء فوقع السيف على يله فقطع أكحله فكانت بها نفسه قال سلم فمرت على نفر من الصحابة فقالوا حضط بطل عمد عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي قلت يا رسول الله بطل عمد عامر قال من قال ذاك قال جماعة من أصحابه قال من قال ذلك كذب بل له أدره مرتين بل له أدره مرتين بل له أدره مرتين بل له أدره مرتين بل علي رضي الله عنه أدره مرتين بل له 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 أدره بل له أدره مرتين بل له أدره مرتين بل له أدره مرتين بل له أدره مرتين به مرتين أدره مرتين فه فقال قد علمت خيبر أني مرحباً شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فخرج إليه علي رضي الله تعالى عنه فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة وحيدرة اسم من أسماء الأسد أنا الذي سمتني أمي حيدرة كملك ضابات تريه المنظرة أوفيهم بالصاع كي لاستندر فاقتتل فضلب علي رأسه بالسيف فقتله وفتح الله على يديه So مرحب came out again with his sword saying خيبر has known that I am مرحب an experienced hero who is fully equipped with weaponry when war come it will flame So Ali came to him raising his voice saying I am the one whose mother called him حيدرة حيدرة is the name of the lion I am the one whose mother called him حيدرة like the king of the jungles scary looking I kill fast I kill them fast and widely So they started fighting and he hit مرحب with his sword on his head and he killed him and Allah grant the Muslim victory under the leadership of Ali رضي الله تعالى سأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بصحابة النبي اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلم كثيرا كان علي رضي الله تعالى عنه من أفضل الناس في زمانه كان من أعبدهم لله ومن أخشاهم وأتقاهم لله عز وجل ومع هذا فقد خانه أهل العراق وتخلوا عنه وكره الحياة وتمنى الموت لكثرة الفتن ولظهور المحن وكان يردد كثيرا ما الذي يمسك أشقاها ما الذي يمسك أشقاها لما لا يأتي ويقتل لما لا يأتي ويقتل وكان يقول وَاللَّهِ لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ وَيُشْيِرُ إِلَى لِحْيَتِهِ مِنْ هَذِهِ وَيُشْيِرُ إِلَى هَامَتِهِ رضي الله عنه علي was the best of the people of earth in his time he was the most worshipped he was the most knowledgeable the most fearful of Allah the Almighty with all of that the people of Iraq abandoned him in a way that he hated life and wished for death for the numerous trials and tribulation that hit him in his time and he used to say often what is holding the most wicked back what is holding the most wicked back meaning why what is he waiting for why he does not come and kill and he used to say by Allah you will be with and he pointed at his beard from this and he pointed to his forehead أما مقتله رضي الله تعالى عنه وبهذا أنهي والعلي أخذوا دقائق إضافية فقد أخرج ابن كثير في البداية والنهاية وابن جرير وغيرهم من أهل السية قال اجتمع ثلاثة من الخوارج عبد الرحمن بن عمر المعروف بابن ملج ملج وعمر التميمي وشديد ورجل آخر لعل الله يذكرنا بإسمه اجتمع الثلاثة فتذاكروا قتل علي لإخوانهم في النهروان فترحموا عليهم وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم إنهم كانوا من أفضل الناس وأكثرهم صلاة وكانوا يدعون الناس إلى ربهم ولا يخفون في الله خوفة لائم أو لومة لائم فقالوا لو لا أتينا أئمة الضلال يقصدون علي ومعاوية وعمر بن عاص رضي الله عنهم لو لا أتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا بفأل إخواننا قال ابن ملج أنا أكفيكم علي وقال الآخر أنا أكفيكم معاوية وقال عمر أنا أكفيكم عمر بن العاص فتعاهدوا وتعاقدوا ألا ينكس أحد عن صاحبه حتى يقتله أو يقتل دونه وتواعدوا لسبع عشر من رمضان أن يبيت كل منهما في بلد صاحبه So regarding the story how Ali got killed Imam Ibn Kathir in Bidayah and Nihaya Ibn Jarir and others narrated the three persons from the Takfiris the Kharijis they gathered together and reminded they start reminding themselves what Ali did how Ali killed their brothers in Al-Nahrawan so they prayed for mercy for them and said what do we do with our life after them if we stay alive they were the best of people they used to worship Allah the most they used to invite people to Allah so why we did not do not go and kill the three leaders of misguidance they mean Ali Muawiyah and Amr Ibn al-As then they said Ibn Muljim said I will take care of Ali Amr said I will take of Amr ibn al-As and the third person said I will take care of Muawiyah so they took the pledge that no one of them will retreat the person who who chose until he kills him or gets killed and they agreed that every one of them should spend the night at the land of the person he chose if the test الكوفة. واخفى غرضه حتى عن اصحابه من الخوارج. وجلس مع جماعة من بل الرباب من الخوارج يتذاكرون قتلاهم. قال فدخلت امرأة اسمها قطام بنت الشجنة. كان علي قتل اباها واخاها في النهروان. وكانت تتعبد. كانت فائقة الجمال. وكانت تتعبد في المسجد الجامع. فلما رآها ابن مرجم ذهبت بعقله. وقال لابد من لي لخطبتها. وتقدم لخطبتها. فقالت اشترض عليك ثلاثة الاف درهم. وخادم. وقينة. وكذلك ان تقتل عليا. فقال والله ما جاء بي الى هذه المدينة الا قتل علي. سو ابن مرجم انترد الكوفة. انه هده انسوف هده توربا من ايها ، المشاديات حدود عن زمن يتقفل من يا ايهاي وان من الروباة ناسي. وكانت تتعبد من حالة البرداء بالنهروان. في النهروان. وكانت امام الفرج سترك. وكانت بوجه وكانت علي قتل那个 باب وقال لها كانت عظيمها. وكان في ستكلم جميلة جميلة وتستخدمتها في المسجد لتعبير الله عندما أبن مولجم وجدتها، فقد اخذتها لذلك لذلك يسألتها لها فقد قالت مع بعض الوحيدة 3,000 درهم شخصاً 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 لتقتل علي قالت والله، لقد وصلت لهذا لتقتل علي لذلك تزوجوا وانتقلت معه وأخذت تحرضه على قتل علي وأعطته رجلاً من قومها اسمه وردان ليساعده ويكون ردءاً له واستمال رجل اسمه شبيب الأشجعي فقال له هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وماذاك؟ قال قتل علي قال ثكلت ثكلت ثكلتك أمك لقد قلت شيئاً إده كيف تفعل هذا؟ قال أختبئ له فإذا خرج عند صلاة الغداء هجمنا عليه فقتلناه فإن نجونا تمتعنا بأنفسنا وأخذنا بثأرنا وإن قتلنا آخر بقوة